ساعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد وزير الخارجية سامح شكري على أن صمود النظام الدولي متعدد الأطراف خلال الأزمات الجيوسياسية المستقبلية يتطلب وجود تنفيذ أوسع في أجهزة صنع القرار بالنظام الدولي متعدد الأطراف بما في ذلك مجلس الأمن جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها شكري خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين المنعقد في العاصمة الهندية نيو دالي وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن شكري أشار في كلمته إلى ما يواجهه المجتمع الدولي من أزمات متشابكة تتضمن التغير المناخي وأزمة الديون وزيادة أسعار الغذاء والطاقة لافتا إلى الحاجة لرسالة سياسية داعمة للاستقرار والتضامن الدوليين وحل الخلافات من أجل استعادة الاقتصاد العالمي لحيويته وتحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030 وكشف المتحدث باسم الخارجية عن أن كلمة وزير الخارجية تضمنت أيضا تأثير أزمة نقص وزيادة أسعار الغذاء على القارة الإفريقية ومصر معربا عن استعداد مصر للتعاون مع المجتمع الدولي من أجل استضافة مركز لإمداد وتخزين الحبوب بما يسهم في توفيرها في أوقات الأزمات والتقليل من تقلب الأسعار والطراب سلاسل الإمداد وعلى هامش اجتماعات مجموعة العشرين بحث وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره الهولندي فابكا هوكسترا سبلة عزيز العلاقات الثنائية وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن شقا كبيرا من المحادثات بين الوزيرين تركز على تبادل رؤى حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وعلى رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية وتنسيق المواقف بشأن المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه المقرر عقده في نيويورك نهاية الشهر الجاري كما حرص الوزير شكري على إطلاع نظيره الهولندي بآخر تطورات قضية سد النهضة وشرح عناصر الموقف والرؤيات المصرية تجاه قضايا المياه قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلانسكي إن القوات الأوكرانية تسيطر على كل قطاعات الجبهة الشرقية وفي كلمة له أكد زيلانسكي أن القوات الروسية تتقدم بالقرب من مدينة بخمط الرئيسية في شرق البلاد حيث تستهدفها بهجمات مكثفة كانت القوات البرية الأوكرانية قد أعلنت إرسال تعزيزات إضافية في بخمط في إقليم دونسك لصد محاولات القوات الروسية السيطرة على المدينة وصل الرئيس الفرنسي إيمانوال مكران إلى لعاصمة الجابونية ليبرفيل أولى محطات قولته الإفريقية ومن المقرر أن يحضر مكران اليوم مؤتمراً لليونسكو في الجابون حول حماية الغابات أو ما يسمى بقمة الغابة الواحدة كما يخطط لفتح سفارة فرنسية جديدة في ليبرفيل وتعتبر هذه الجولة الثامنة عشر للرئيس مكران في إفريقيا منذ بدء ولايته الأولى في عام 2017 أعلنت روسيا رصد زلزال بقوة خمس درجات على مقياس ريختر في مياه المحيط الهادي بالقرب من جزر الكوريل وذكرت هيئة الجيوفيزياء الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية أن بؤرة الزلزال كانت على بعد 183 كيلو متراً إلى الجنوب الشرقي من جزيرة إتوروب التابعة لجزر الكوريل ولم ترد أي معلومات عن ضمار أو سقوط مصابين أو ضحايا نتيجة الزلزال أعلنت وزارة الزراع الروسية أن موسكو تهدف خلال العام الزراعي 2022-2023 لتصدير نحو 60 مليون طن من الحبوب وأوضحت الوزارة أن حجم الحصة التصديرية التي تم تحديدها للفترة من 15 فبراير إلى 30 يونيو 2023 هو 25.5 مليون طن وأشارت إلى أنه وفقاً لمصلحة الجمارك الفيدرالية الروسية فإن صادرات الحبوب الزراعية الحالية للموسم بأكمله تصل إلى 60 مليون طن قررت لجنة التسير التلقائي للمنتجات البترولية تعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي حيث تم تعديل سعر باية منتجات البنزين بأنواه الثلاثة لتصبح كالآتي 8.75 من 100 جنيه للتر للبنزين 80 10.25 من 100 جنيه للتر البنزين 92 و11.5 من 10 جنيه للتر البنزين 95 وسعر باية وطن المزاط لغير استخدامات الكهرباء والمخابز ليصبح 6 ألف جنيه للطن كما قررت اللجنة تثبيت سعر باية السولار عند 7.25% جنيه للتر وتثبيت سعر المزاط المورد للكهرباء والصناعات الغذائية كما تم زيادة غاز تموين السيارات ليصبح 4.5 جنيه للمتر أزانا المشاهدين فاصل ونعود لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر